بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد يا أحباب مع الدرس التاسع من مادة الدراسات الإسلامية للصف الرابع الابتدائي قسم الفقه واجبات الصلاة الفصل الدراسي الثالث تعلمنا في الدرس السابق أركان الصلاة وعرفنا أنها أربعة عشرة ركنا أربعة عشرة ركنا واجبات الصلاة ثمانية والفرق بين الركن والواجب كلاهما إذا تعمدنا ترك باطلة الصلاة ولكن لو نسينا الركن لابد أن نأتي به ثم نسجد سجدتين نسا الركن لابد أن تأتي به وبما بعد ثم تسجد سجدتين نسا أما الواجب إذا نسيته فلا تأتي به وإنما تسجد سجدتين نساه فقط لا تأتي به أول واجب جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام كل التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام فهي واجبة من واجبات الصلاة لكن تكبيرة الإحرام فقط هي ركن لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع ثم حين يرفع صلبه من الراكعة ثم يقول وهو قيم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس هذه هي التكبيرات بالاشتراك مع مجموعتك تصور هيئة الصلاة واستنتج التكبيرات الواجبة تكبيرة الركوع تكبيرة السجود تكبيرة الرافع من السجود تكبيرة النزول للسجدة الثانية تكبيرة النزول للسجدة الثانية قوله سبحان ربي العظيم مرة في الرقوع لحديث عزيف رضي الله عنه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم هذه مرة واحدة هذه واجب أما ثلاث مرت قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده أذكر دليله من الحديث السابق ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع من الركعة ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع من الركعة قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد هذه يقول ها الثلاث الإمام والمأموم والمنفرد لكن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده بالتعاون مع مجموعة أفرق بين الإمام والمأموم والمنفرد في الواجبين الثالث والرابع قول سمع الله لمن حمده يقولها الإمام ويقولها المنفرد المأموم لا يقوله المأموم لا يقوله هنا لا يقول قول ربنا لك ولك الحمل يقولها الإمام ويقولها المأموم ويقولها المنفرد إذن سمع الله لمن حمده لا يقولها المأموم خلف الإمام إنما يقول ربنا ولك الحمل قول سبحان ربي العظيم مرة في السجود لحديث عزيفة رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى هذه تقرارها سنة أما قولها مرة واحدة فهي الواجب قول رب اغفر لي مرة بين السجدتين لحديث عزيفة رضي الله عنه في صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي التشاهد الأول والجلوس له الحديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية اللي هو التشاهد التحيات لله والصلوات والطيبان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة التشاهد الأخير لحديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بشرف العلمي التعاون مع مجموعاتي الفرق بين الركن والواجب يتفق الركن والواجب في أنه من تعمد ترك شيء منهما بطولة صلاته ليتعمد يبقى صلاته بطلة الركن إذا تركه المصلي ناسيا أو جاهلا فإنه يجب عليه أن يأتي به وبما بعده ويسجد لسه الواجب إذا تركه المصلي ناسيا أو جاهلا فإنه يسقط لا يأتي به ويسجد لسه بعد أن تعرفت ما يجب عند ترك الركن أو واجب ركن أو واجب في الصلاة تعمل الحالات التالية وأكتشف فيها ما فيها من الأخطاء وأبين الواجب أكتشف ما فيها من الأخطاء وأبين الواجب صلاء فارس الظهر فلما سجد السجدة الأولى من الركعة الثانية لم يقل شيئا لم يقل شيئا المفروض يقول سبحان ربي العظيم الواجب الواجب سأتي بها من الأخطاء سجدتي سه سجدتي سه ليه؟ لأن الكفارة الواجب سجدتي سه صلى أحمد العصر فلما رفع من السجدة الأولى في الراقعة الرابعة جلس وقرأ التشهد وقبل أن يسلم ذكر أنه لم يجلس بين السجدتين ولم يزجد السجدة الثانية الخطأ لم يجلس بين السج سجدتين ولم يسجد السجدة الثانية خلي بلك هنا ركن وليس واجب هنا ركن وليس واجب لم يجلس بين السجدتين ولم يسجد السجدة الثانية هنقول له ثاني يجلس بين السجدتين ويسجد السجدة الثانية ثم يقرأ التشهد ويسجد سجدتين هذا الواجب أن يعمله لأن هذا الركن الركن لا بد أن تأتي به هنقول له يجلس بين السجدتين يجلس بين السجدتين ويسجد السجدة الثانية يعني يفعل ما لم يفعله يأتي به مرة أخرى ثم يقرأ التشهد ويسجد سجدتين سا ويسجد سجدتين سا ممكن أن نقول سجدتين سا باللعنة مضافة تعزف منها أنه ويسجد سجدتين سا لأن الركن لا بد أن تأتي به يرجع يجلس بين السجدتين ويسجد السجدة الثانية ثم يقرأ التشهد ويسجد سجدتين سا ننزل ونروح للحالة الثالثة صلت أسماء المغرب فقامت من الركعة الثانية للركعة الثالثة ولم تجلس للتشهد الأول سهون لم تجلس للتشهد الأول لم تجلس للتشهد الأول هنا سجدتي سا ليه؟ لأن التشهد الأول هذا واجب والواجب إذا نسيته أسجد سجدتي سا فقط لا أعيده لا أعيده وإنما أسجد سجدتي سا طيب أن تؤيدها التقويم أقارنه بين الواجب والركن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف الشبه يتفق الركن والواجب في أنه من تعمد ترك شيء منهما بطلت صلاته يتفق الركن والواجب أنه من تعمد ترك شيء منهما بطلت صلاته أوجه الاختلاف الركن إذا تركه المصلي ناسيا أو جاهلا فإنه يجب عليه أن يأتي به وبما بعده ويسجد للسهو الواجب إذا تركه المصلي ناسيا أو جاهلا فإنه يسقط يعني لا يأتي به ويسجد للسهو فقط كما قلنا في التشاهد الأول منذ قليل تسجد سجد تيسو ولا تأتي به هذا وجه الشبه والاختلاف بين الركن والواجب الركن لا بد أن نأتي به وبما بعده ثم نصلي سجدتين نسجد سجدتين سو أما الواجب لا نأتي به ونسجد سجدتين سو بشرط ألا نكون متعمدين لأن من تعمد ترك شيء سواء كان ركن أو واجب بطولة الصلاة نذهب إلى السؤال الثاني ضع علامة صح في المكان المناسب ركن أو الواجب تكبيرة الركوع واجب تكبيرة الإحرام ركن التشهد الأول واجب قول ربي غفر لي واجب كراءة صورة الفاتحة ركن الجلسة بين السجدتين ركن تمام كده لكي نكمل الفاتحة والجلسة بين السجدتين ركن قول سبحان ربي الأعلى واجب الطمأنينة في جميع الأركان ركن ما الفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير التشهد الأول واجب والتشهد الأخير ركن هنا في الواجبات والأركان الأول واجب والأخير ركن تشهد تشهد الأول واجب والتشهد الأخير ركن أيضا الأول ليس به صلاة على النبي الأول ليس به صلاة على النبي ولا ولا استعاذة أما الثاني طبعا به صلاة على النبي واستعاذ من أربع الله مني أعوذ بك من عذاب الجهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال أميز بين واجبات الصلاة الفعلية والعملية واجبات الصلاة الفعلية واجبات الصلاة القولية الفعلية فقط الجلوس للتشهد الأول أما القولية جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع قول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد لا للمأموم قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد قول سبحان ربي العظيم مرة في السجود قول رب اغفر لي بين السجدتين التشهد الأول الصلاة على النبي بعد التشهد الأخير هذه الواجبات الفعلية والواجبات القولية سبعة قولية وواحد فقط فعلي حتى الواحد هذا فيه جزء قولي اللي هو التشهد فيه قول يعني يعتبر ثمانية يعتبر ثمانية قولية ما عادى التشهد فيه جزء منه قولي وجزء فعلي بعد أن تنتهوا من الكتابة لا تنسونا من اللايك والدعاء والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته أذكركم بأن القناة عليها مهارات حياتية درسات إسلامية رياضيات علوم لغة كل المواد الابتداء موجودة على قوائم التشغيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة